أظهر التقرير الأحصائي الفصلي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلقة بمؤشرات التوظيف والتأمين ضد التعطل والتدريب للعام 2016 أظهر قدرة السوق البحريني على توليد فرص العمل الملائمة للمواطنين على الرغم من تأثر الوضع الاقتصادي للمملكة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر هو تقرير سارع إلى الوقوف على مؤشرات التوظيف والتأمين ضد التعطل والتدريب التي حملها العام 2016 تقرير أوجز فصول إنجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال بوابة الإحصاء الرقمي التي فتحت مصراعيها لتكشف عن حقيقة الأعداد التي رافقت مخزون فرص العمل الملائمة التي تم توفيرها للمواطنين من قبل وزارة راعت تأثر الوضع الاقتصادي للمملكة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر تقرير أظهر استقرار معدل البطالة السنوي وبقائه ضمن الحدود الآمنة مقارنة بمعدل البطالة في العامين 2015 و2014 فالعام الفائت جاء بأرقام إيجابية تتعلق بمجال التوظيف إذ بلغ إجمالي المتوظفين فيه ما يزيد على 22.117 مواطنا ومواطنة بمجال عمل دائم أو جزئي مع حدوث ارتفاع ملحوظ على حجم أجورهم الشهرية لمختلف الوظائف التي يحتويها القطاع الخاص الزيادة الطفيفة التي أحدثها الوضع الاقتصادي على نطاق الباحثين عن عمل العام المنصرم تعيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحنكة وتدارس عبر الحفاظ على منسوب الوظائف التي يضمها بنك الشواغر التابع للوزارة حيث بلغ عدد الشواغر الوظيفية في العام 2016 ما يزيد على 5885 وظيفة مخصصة للذكور والإناث بفارق بسيط بينهما وعلى اختلاف المؤهلات المطلوبة من كلا الجنسين جزئية التدريب كان لها نصيب جيد في مضامين التقرير الذي أوضح أن إجمالية عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل من البرامج التدريبية العام الماضي طاف حاجز الـ 2200 مستفيد من الذكور والإناث وفيما يتعلق بإعانة التأمين ضد التعطل فقد أظهر التقرير أن إجمالية عدد المستحقين من الإعانة تجاوز حدود الرقم 100 ألف أي بنسبة خفاض بلغت 9% مقارنة بالعام 2015 الجزئية الأخيرة من التقرير تمحورت حول نقطة مستحقي تعويض التعطل الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم فقد شهد العدد خفاضا طفيفا في العام 2016 عن العام الذي قبله حيث بلغ عدد المستحقين فيه 1671 فردا أي بنسبة 1% من إجمالي القوى العاملة الوطنية لتلفزيون البحرين محمد رشيدات